إذن مشاهدين الكرام الآن إلى موفد التلفزيون المصري إلى شرم الشيخ ننتقل إلى زميلي كريم بيبرس لنعرف أكثر فعاليات اليوم ولقاء مع فرانكلين أوسيتا الرئيس التنفيذي بأحدى شركات الطاقة المتجددة نتابع مع حضراتكم بالفعل الجلسات تختلف وتتنوع بالطبع في منتدى شباب العالم هنا بالطبع هذه الجلسة الخاصة والهمة والمتعلقة بالطاقات المتجددة والطاقات الجديدة بالفعل هناك العديد من المتحدثين التي تحدثوا عن أهمية الطاقات الجديدة وأمن الطاقات الجديدة لأنها بالطبع جزء هام من المؤثرة أو التأثير على التغيرات المناخية وهو ما أيضا رصدنا ردود الأفعال الخاصة بشباب حول هذه الجلسات الخاصة بالتغيرات المناخية وكانت تحدثوا عن أهمية هذه الموضوع لأنها تمس حياتهم بالفعل قصوصا في ظل ما شهدناه في التغيرات المناخية السابقة ولكن أحد المتحدثين في هذه الجلسات وهو مستر فرانكلين أوسيتا وهو بالطبع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة وكان موجود ودواجد اليوم في إحدى الورش الخاصة بالطاقة والإنرجي سيحدثنا عن كيفية التعامل الجديد مع الطاقات المتجددة وكيف تؤثر بشكل عام على التغيرات المناخية سيد فرانكلين سعداء جدا باستقبالك على القناة الأولى سعداء باستقبالك من المهم جدا أن نتحدث عن التغير المناخي هنا في المنتدى بالطبع هناك الكثير من الأمور التي عرفناها من الشباب حدثني عن الجلسة التي حضرتها ما الذي فعلته ما الذي قلت عن التغير المناخي شكرا على هذا اللقاء أشكرك على دعواتي لهذا المنتدى وشكرا لمصر إذن أننا تحدثنا بشكل أساسي عن مسارات الطاقة وهي تتعامل مع الطاقة وكيفية التخلص من استخدام الطاقة باستخدام الوقود الإحفوري والتحرك بشكل تدريجي وبدون صدمات إلى الوقود المتجدد وأيضا تحدثنا عن أزمة الطاقة التي حدثت أسناء الجائحة وحيث أغلقت المصانع وحدث قطع في إمدادات الطاقة وأيضا كان هناك الكثير من المشاكل في استخدامات الطاقة كان المنتجين متشككين وقلقين حول ما هو مستقبل هذه الطاقة وهذا لأن أيضا الفحم كما تعلمون هو أحد أنواع الوقود الإحفوري وأيضا تحدثنا عن الحلول والعلاجات وذكرنا التركيز كان تركيز على التمويل نعلم أن الطاقة تحتاج لكميات كبيرة من التمويل وكان هناك سيد محمد الذي تحدث عن كيفية استخدام الطاقة في مجال الأعمال وكيف يمكن الطاقة أن تدعم الصناعات وكيف يمكن أن تكون ذات عائد وكيف يمكن أن يكون هناك نقلة الوقود الإحفوري لا يزال موجودا ولا يزال هناك إنتاج للبترول في نيجيريا وإنجولا وغيرها ولكننا نريد أن نركز على الاقتصاد وخاصة بتلك الدول يجب على نيجيريا أن تبيع البترول لكي تحصل على الدخل المناسب ولذلك نحن نعمل على عدة خطوات ونركز على استخدام الغاز الطبيعي وهناك طلب تزايد على الغاز الطبيعي وهذا أثر كثيرا على الاستخدام هناك مصادر للغاز في إفريقيا ولكنه مرتفع التمنى وكل شيء له حلول وكل المشاكل لها حلول ماذا سيفعل العالم؟ نحتاج إلى استثمار نحتاج إلى بنوك وفي هذه الحالة يمكن أن يكون هناك تمويل للشركات لكي تكون الطاقة أقل سعرا السيد فرانكلين بالطبع هناك مسارات جديدة هذه المسارات قد تكون الطاقة الشمسية أعني أن هنا في مصر لدينا في الشهر الماضي كان لدينا افتتاح محطة طاقة شمسية كبيرة تعتبر أكبر محطة طاقة في الشركة الأوسط أعتقد أن المسارات الجديدة ليست معنية بالفحم أو البترول نعم الطاقة الشمسية متفردة فهي عالمية وهي نظيفة وبالتالي فهي أكثر أمنا وأمانا واتخذت مصر خطوات جد في هذا الموضوع وتعتبر مصر منصة لتمويل هذه والتنفيذ هذه المشروعات وهذه المشروعات يجب أن يتم التركيز عليها في مصر لأن مصر لديها رؤية جيدة في مجال الطاقة المتجددة ومجال محطات الطاقة الشمسية وأيضا الدول الأفريقية أيضا يجب أن تتعلم من مصر ويجب أن نتعاون جميعا الأمر ليس منافسة ويجب أن لا نكون ضد بعضنا البعض ولكن يجب أن يكون هناك تعاون وتركيز على مسألة السعر وأن يكون هناك اهتمام بالمستهلكين ودعمهم حتى تنخفض الأسعار وأعتقد أن مصر على المصاري الصعيف في هذا الشأن أتوقع أن هذا كله متضمن في خطة الاستراتيجية الإفريقية للتنمية المستدامة لعام 2063 أشكرك سيد فرانكلين على وقتك شكرا جزيلا رأينا بالفعل ربما تحدثنا عن أهمية الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة والتعاون بين الدول الأفريقية بالطبع إنتاج الطاقات الجديدة والطاقات غير المستهلكة بالطبع بشكل عام ربما هذه كانت النقطة الأهمة وذكرنا أيضا محطة بنبان الشمسية في أسوان كمثال على التوجه والطريق الجديد للطاقات المتجددة للطاقة الشمسية والآن نعود عليكم مرة أخرى نعم شكرا جزيلا لك كريم بيبرس من منتدى شباب العالم على هذا اللقاء